السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم شرح نموذج لأسئلة صفو الأول متوسط نصف السنة المنهاج العراقي إليكم شرح التالي سؤال الثالث فرع D أكتب الكلمات المفقودة أو الأحرف المفقودة أجب على خمس أسئلة فقط صيغة السؤال تجاوب على الأحرف المفقودة أو الكلمات المفقودة حسب رقم كل جملة يعني رقم الجملة الأولى تختلف عن رقم الجملة الثانية عندك ست جمل تجاوب على خمس جمل نمبر وان سي هذه الفعل سي معناه يرى سين صار فاست بارتسبل تصريف الثالث للفعل قيف يعطي يصير التصريف الثالث للفعل قيف نمبر تو بيوتوفل جميل بيوتوفلي وضعني للصفة صار ظرف الصفة هابي سعيد عندما نضع هذه صفة منتهية بواي نقلب الواي إلى آي ونضيف الواي لأن جاء قبل حرف الواي حرف صحيح إذا جاء حرف الواي قبل حرف صحيح نقلب الحرف الواي إلى آي ونضيف الواي بيوتوفلي بيوتوفلي نمبر ثري هذه كلمة ناقصها أحرف فالصير هوروبل هذه الكلمة ديليشوس ناقصها الأحرف ديليشوس هوروبل مرعب وديليشوس شيء لذيذ نمبر فور هوروبل مرعب الفاعل آي أصبح مين صار ضمير الملكية يو أنت يصير يورز هذه اليورز والمين تأتي في نهاية الجملة لا يتبعها أي اسم أو أي كلمة هذه لا يتبعها اسم موقعها في نهاية الجملة يورز أو مين نمبر فايف هابي سعيد ساد حزين وات رطب سير دراي جاف نمبر سيكس كت يقطع كتنج مستمر بالقطع هنا التي ضاعفناها لأن حرف التي حرف صحيح قبل حرف اللي نضاعف الحرف الصحيح ونضيف آي أنجي الفعل فلاي يطير صير فلايينغ فقط نضيف آي أنجي بالفعل مستمر بالطيران كان هذا شرح لنموذج لصف الأول متوسط نصف السنة بالتوفيق والنجاح للجميع ولدعمنا لإنتاج المزيد من المقاطع التعليمية يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد